الذكاء الاصطناعي علم المستقبل الذي تسعى البشرية لتوظيفه في مجالات عدة ولكن مستخدمه في البترة حارسوا على بدء استخدامه في ترويج المدينة سياحيا من خلال تعديل مخرجاته وبما يحاكي دهشة وفرادة المكان محمد الحمادين المتخصص في البرمجة وأول مستخدمي هذا العلم في المنطقة بدأ بتعديل وإضافة لمسات على الصور التي ينتجها الذكاء الاصطناعي وبما يتماشى مع خصوصية البترة وأصالة المكان صور البترة منتشر في العالم بحكم الأرض الحضاري للمكان وهو جودة المكان لكن البترة لم تحظى بالاهتمام الكافي من ناحية الفن الذكاء الاصطناعي أتاح لنا الفرصة لإظهار البترة من ناحية فنية بأسليب فنية مختلفة نحن قمنا بمعالجة أكثر من 50 لوحة فنية البترة من وحي الخيال بأسليب فنية مختلفة وحظي هذا المضمون بانتشار واسع وأعجاب من قبل محبي المدينة اتفاجأت من تفاعل جميع مع الصور التي نشرتها من أول يوم تقريبا نشرت في صورتين كان عدد المشاهدات للصور تقريبا تجوز ال5000 مشاهدة ومشاركات على مختلف الصفحات تقريبا ويسعى الحمدين مستقبلا لتطوير مخرجات الذكاء الاصطناعية لتظهر مدى أهمية البترة كمدينة سياحية إن شاء الله إذا تمكننا من تنفيذ عدد كافي من اللوحات الفنية للبترة من الممكن أن نقوم بإنشاء معرض إلكتروني ومعرض دائم يتيح عفاق الخيال للرواد ويساهم في رفض البترة فنيا هذا الجهد المحلي في توظيف التقدم التكنولوجي يأتي من دافع حب أبناء البترة لمدينتهم ذات الخصوصية السياحية والشهرة العالمية الواسعة استغلال ميزة الذكاء الاصطناعي تأتي استكمالا للجهود التي يقوم بها أبناء البترة في ترويج مدينتهم سياحيا مينا البترة زيادة ويسي التلفزيون الأردني